بعض الناس قد ينتقدوني وأمثالي أنني استخدم لغة جسدي على المنبر وهل تريدوني كسهل ابن هارون؟ نعرفه حين كنا غلماناً خبر سهل ابن هارون في كتب الجاهظة بينه التابين العرب هكذا كانوا في الجهلية وحتى في جهلية الإسلام إذا خطب الخطيب كأنه جذع لا يتحرك ممنوع أن يحددك شيئاً أبداً النبي لم يكن كذلك لأن النبي كان طبيعياً وكما يتأثر الإنسان إذا سمع شيئاً يزعجه فرحاً أو حزناً فيحرك أعضائه ويستجيب بدنه النبي كان يستجيب لهذه الطبيعة السوية يقول جابر ابن عبد الله كان عليه الصلاة وأفضل السلام إذا أوحي إليه أو وعظ خطب الناس بموعظة كأنه نذير قوم أتاهم العذاب في أحديث أخرى كان إذا كان على المنبر نقول سخط به قد يسخط المنبر يتحرك ويحرك يديه ويهتز وكذا لأنه متأثر بما يقول رجل صدق عليه الصلاة وأفضل لأنه كان طبيعياً لأنه كان طبيعياً لا يحاول أن نخلق عن حد الطبيعة السوية طبعاً ليس الطبيعة التي تحتاج إلى تهذيب والتي الحضارة تكمن في ضبطها ترجمة نانسي قنقر